موسيقى نتكلم عن الوضع في اليمن قال إيش أقول أنا إذا أريد أن أقول الحقيقة مش راح مش راح نخلي حاجة يعني كل من يظنون أو كل من يعطون الانطباع بأنهم يساعدون أهل اليمن سيتضح للناس أنهم يفتكون باليمن وبأهله على حقيقة رفض لكن أنا أخذت منه شوية أخذت ملاحظات وعملت فيها ما يشبه البلوغ المدونة حتى نشرت مقال أنه المسكوت عنه في اليمن كثير من المصائب التي تحصل في اليمن مسكوت عنها بسبب الاستقطاب الذي حاصل ما بين السعودية وما بين إيران وصار طائفية دخلت في الموضوع وقضايا كثيرة مهمة الناس لا تتكلم عنها هذا الذي نشرته القدس العربي مؤخرا يبين بالضبط كيف أن اليمن أصبح مساحة لمعارك بالوكالة بين دول إقليمية ودولية صحيح وأهل اليمن يطحنون يعني درجة أنه هذه في الاجتماع حسب ما تنقل القدس العربي عمل كأنه طفل صغير وانت أسكت وما لكش حكي وإحنا اللي عملنا وإحنا اللي سوينا وإحنا اللي ضحينا هو شو بده يحكي هذه إذا هو أصلاً جالس عندهم هو شخصياً هو وحكومته غير قادرين أن يكونوا في المناطق التي يفترض أنها حررت هو لا يزال يقيم بالرياض ولا يزال يتلقى هو وحكومته وقواته أموالهم وأرزاق الأرزاق معناه الأكل والشرب من القوات أو من السعودية تحديداً فأنت هذه مشكلة كيف تستطيع أن تتحدث وأن تكون نعم بالضبط كيف تستطيع أن تحدث هو مشكلة واضحة يعني بدون ما مشكلته مش مع السعودية هي مشكلته مع الإمارات مع الإمارات تحديداً وبدأت في يعني ماضحة للعيان يعني إذا افترضنا أن هذا الاجتماع هو اجتماع يعني على مستوى عالي بين الشيخ محمد بن زايد وبين الرئيس اليمني في أبوظبي لكن المشاكل التي حدثت حول مطار عدن ومن يمتلك القدرة على السيطرة عليه بين القوات الموالية للإمارات وبين القوات الموالية للرئيس اليمني كانت واضحة للعيان والعلام أخذها وحتت يعني مناوشات بين الطرفين وأجبرت القوات الموالية للرئيس أن تنسحب من هذا الموضوع لأنه رئيس ومرها أن تأخذ المباد الموضوع واضح الموضوع واضح الإمارات الحقيقة تريد أن يعني أنا أعتقد منذ البداية أن من يظن أن العملية كلها من أجل أن يعود اليمن لليمنيين هي يعني عملية مبالغ بها هناك مصالح مصالح بالتحديد بعد ما اتضح للإماراتيين بالدرجة الأولى أن هناك خلل كبير ربما يقع فيما لو تمكنت قوى أخرى من السيطرة على عدن وميناءها وموقعها الاستراتيجي وهذا سيضعف من إمكانيات ميناء دبي العالمي وتتحول الإمكانات الخاصة بمرور أكثر من 12% من التجارة العالمية على باب المندب لصالح ميناء عدن يضرهم ذلك نعم يضرهم بشكل كبير إضافة إلى العقدة التي لا يمكن أن تنساها الإمارات وربما أن تسبب في هلاكة كثير من إمكانياتها الحقيقة هذه الدولة التي كنا نتمنى أن تكون نموذج للإشراق العربي فيما لو اتبعت السياسة الرشيدة العقدة هي عقدة الإخوان المسلمين متى ما تخلصت الإمارات من عقدة الإخوان المسلمين ربما تكون قراراتها أكثر صوابا هي تسير الآن فيما تحب وما تكره وفق هذا المنظور مع الإخوان أو ضد الإخوان هناك خوف من سيطرة حزب الإصلاح والمقاومة الشعبية التي هي الحقيقة تقودها قيادات من حزب الإصلاح وهم يعتبرونهم أحد أذرع إخوان المسلمين على الوضع في اليمن لذلك هي الآن تسعى ربما بشكل حثيث لفصل اليمن إلى جزئين جزء بعيد عن حزب الإصلاح هو يمثل عدن وما حاولها مأرب وغيرها وجزء يبقى لتحكم به السعودية في الجنوب ينسقه مع الإنفصاليين طبعا هذا جزء طارئ في اعتقادي لكن هناك أجزاء أعمق وبعد تعود على الأقل لو رجعنا فقط لبداية الثمانينات عندما تأسس المجلس التعاون الخليجي بلدين اتنين خليجيين تم استبعادهم اليمن والعراق اليمن والعراق جغرافيا هم من الخليج دول المخاطئة على الخليج نعم فتم استبعاده خاصة للعراق نجد أن دعم صالح وهم يعرفون من هو صالح وكيف كان يعني عندما نتحدث عن ذلك أنه كان إنسان شبه أمي وأنه حتى في من يقول أنه لم يلبس الحذاء حتى كان عمره 15 سنة لا عيبة في ذلك إذا كنت بعدين بكاريزية اليمنية صار داهية اليمنية نعم لكن أنتم تعرفون أن هذا وثلاثين سنة حتى هو صالح في ردوده على السعودية ذكر أشياء معينة عندما هاجمهم قبل فترة وكثيرين يقولون أنكم كنتم معنا حلفاء وكنتم كان دعم يعني صدام تم أنا لا أنفي المسؤولي عن صدام في حربه الذي خضع العراق ضد إيران لكن بكل تأكيد أن موال الخليج التي كانت تعطى له وتدفع له كانت ضخمة بشكل أنها عطالت الحرب مثل ما كان الفرنسيين عطوا حتى سوريح في ذلك الوقت والأمريكيين كانوا يعطونه حتى الصور هذا لا يعني أن إيران لم تكن لها مطامع وكانت دائما إيران لها مطامع سواء أن يمشاه بل بالعكس زادت هذه المطامع مع الملالي طهران لكن كانت هناك سياسة دفعت بصدام ليغرق العراق يغرق في الحرب مع إيران وتم إضعاف وإفقار اليمن بدعم هذا المستبد ثم عندما قامت الثورة اليمنية الذي أجهض الثورة اليمنية هو ما يسمي بالمبادرة الخالجية وهي مبادرة سعودية مبادرة سعودية أساسي لإنقاذ علي عبد الله الصالح لإنقاذ بالضبط ولإجهاض الثورة الثورات في المنطقة العربية تم كل وحدة تم إجهاضها بطريقة كل وحدة لكن الهدف كان استراتيجي هو إجهاضها الثورات كلها عندما قالوا أنهم يريدون إعادة الشرعية أنا ذلك الوقت صراحة كنت أن أدخل في حالة هستيرية من الضحك أنتم قبلها بأي سابيع أسقطتم الشرعية في مصر والآن تحدثوننا عن إعادة الشرعية في اليمن هل يعقل أن من أسقط الشرعية في مصر وخرج في الساعة الأولى للإنقلاب يبارك الإنقلاب ويهاجم حكم مرسي وكأن مرسي يظل في الحكم ستين سنة أو كأنه وارث عن والده يصبح هو يدعم الشرعية في اليمن طبيعي هذا ليس صحيح لقنا هذه الإضافات الأخيرة التي كما تفضلت لأن السعوديين في نهاية المطاف بدأوا يجدوا بعض الطريق مع الإخوان فعاد الأحمر باعتباره الآن نائب للرئيس وتقريبا هو الشخص الفاعل على محصر الأحمر الذي هو إخوان والصدام الذي يقع في مطار عدن هو حقيقة الجنرال عسكري الجنرال عسكري هو إخواني أقرب إلى الإصلاح لأن أهل الأحمر أساسا كانوا قريبين من الإصلاح سواء الشيخ الرحل الزعيم التاريخ لأهل الأحمر عبد الله الأحمر عبد الله الأحمر لكن قضية الإخوان صحيح قضية مهمة لكن لا هي أعتقد أنها أيضا تستخدم لإضعاف حتى في مصر استخدم الإخوان لإضعاف مصر لكن ما حصلت في مشروعين بين السعودية والأحمر لا 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 لم يطرق تحسن في العلاقة بين الإخوان والسعودية أعتقد في اليمن فقط في اليمن باليمن ليس قضية إخوان مع ذلك قضية إخوان باليمن هم إيش عملوا؟ هم حرقوا أصابعهم نعم سعوديين لأن السعوديين والإماراتيين دخلوا في حلف مع علي عبدالله صالح ضد الثورة نعم وكانت الخطة أن يستخدموا الحوسيين لضرب الإصلاح الإصلاح رفض أن يدخل المعركة من سحب من الساحة الحوسيين اكتسحوا هم وعلي عبدالله صالح وكان هذا مدخل إيران إلى اليمن فأصبح هنا المخاطرة على السعود فأصطط في أيديهم هذا المكر الذي أنهى الثورة هذا المكر الذي قللها إلى انقلاب وحول كل المجريات الحالية الآن هي المبادرة الخليجية التي أريد لها أن تجد مخرجا للنظام القائم في اليمن لعلي عبدالله صالح الحليف الموثوق الذي خاض حربا خاض ستة حروب ستة حروب ضد الحوثيين الذي هو الآن يتحالف ستة حروب وبعض هذه الحروب بالوكالة أيضا لها علاقة أيضا بالسعودية وغير ذلك وهذه الثورة هي الثورة تقريبا تكاد تكون الوحيدة الأكثر سلمية في العالم العربي التي في بلد لديه نحو ستين مليون قطعة سلاحة وما شابه ذلك صمدت هذه الثورة نحو سنتين أو ثلاث سنوات في الميادين والشوارع على فقر اليمنيين وعلى حتى انصراف الإعلام عنهم حتى الإعلام كان منصرفا عن هذه الثورة ولا يغطيها كما يغطي الدول العربية الأخرى ومع ذلك أصروا لكن للأسف الذي أجهض الثورة هم الآن الذين ينادون بعودة الثورة وهذا شيء في منتهى الغرابة أستاذ أنجر الحديث الآن أو المأزق الآن الحقيقة ليس موضوع الثورة موضوع الثورة تم تسويته كما تفضلت بالطريقة بالمبادرة الخليجية لكن الأزمة الآن في أن الدولتين الرئيسيتين في الحرب في اليمن المملكة العربية السعودية والإمارات لديهم الآن أجندتين مختلفتين تقريبا أجندة إماراتية تسعى لتحقيق مصالحها وتقول أنني قدمت أكثر حوالي سبعين شهيد في سبيل تحقيق هذه المصالح ولدي قوات على الأرض تقدر بأربعة آلاف عنصر إضافة إلى سفينة عمليات مهمة جدا تقف عند باب المندب وتدار منها العمليات وهدفها الأساسي منع الإخوان المسلمين من الحصول على مكاسب على الأرض ولهذا أيضا تشير المعلومات إلى أن معركة تعز أجلت لوجود الإصلاح في هذه المدينة لقيادة المقاومة وعدم منح فرصة للسيطرة على المدينة بشكل كامل المملكة العربية السعودية ليست في حالة صلح مع الإصلاحة والإخوان المسلمين لكنها لا تضعه كسكينة في رقبتها هي تريد التخلص الآن من الحوثيين وما ترتبط بها الحركة الحوثية من علاقات مع إيران هذا مهم بالنسبة للسعودية لأن السعوديين الحوثيين على بابهم على حدودهم ويهددهم بشكل يومي هم على أرضهم صواريخ في وصل الجدة نعم الإمارات قضية الأكبر ابن الرئيس السابق علي عبدالله صاريخ موجود في الإمارات موجود وهو قائد الحرس الجمهوري وكان سفير عائلته عائلته لرئيس علي عبدالله صاريخ موجودة في الإمارات تقريبا إذن الموضوع هو في الواقع هو الصراع طبعا ثلاث قوة ليست قوتين القوة الخلفية القوة الأكبر لا أقول أكبر ولكن الموازية أيضا هي إيران يعني نحن نتحدث عن صراع عربيا ممكن أن نتحدث عن صراع لأنه إيران وجدت فرصة ولكن إيران فإذن من زمان هي فكرة العرب لم يكونوا خاصة السعودين لم يكونوا مرتاحين لفكرة وحدة اليمن دعونا نتذكر عندما توحد اليمن دعموا الانفصال دعموا الانفصال دعموا القوة المناهضة يفترض أيديولوجيا لهم كانت حزب الاشتراكي حزب ماركسي لنيني أنت في مواجهة لأن يمن موحد قوي لا يريدونها عراق موحد قوي لا يريدونها والغريب أن الإمارات في ذلك الوقت كانت مع الوحدة هي التي كانت معي والكويت وكذا كانوا مع الوحدة الآن الآية معكوسة الآية معكوسة الآن سعي السعودية لإبقاء الانفصال الآن الإمارات تريد أن ينفصل الجنوب ولا أظن السعودية تريد الآن الوحدة السعودية الآن تريد الوحدة تريد الوحدة لكن وحدة بمثيقة مثل ما كان دائماً اليمن أيام صالح ليست هذه المشكلة لأن تكون دولة واحدة قادرة على أن تتبع المبنك العربية السعودية في سياستها هذا موضوع مهم أصلاً أيام علي عبدالله صالح حتى الإصلاح كانت علاقاته بالسعودية جيدة ما عنده مشكلة أصلاح والسعودية كانت تنفق على مشايخ وشيخ أحمر كان رايح جايح ولهذا رئيس الآن الحالي لليمن هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن تدهور كل الأمور يعني المملك العربية السعودية كانت علاقاتها جيدة مع الرئيس علي عبدالله صالح مع حزب الإصلاح مع عموم أمور اليمن من الناحية الاقتصادية والناحية الإنسانية لكن المشكلة في ضعف هذا الرئيس عندما سمح للحوثيين بالتقدم والسيطرة على صنعاء ومن ثم الهروب بشكل أيضاً صراحة ليس هو الذي سمح ليس هو الذي سمح لا تنسى أن الفريق الأول قبل فريق سلمان كان فريق عبدالله وفريق عبدالله هو الذي في 2015 الذي ترك صنعاء تسقط في الحوثيين يعني هم الذين ولم يتحرك السعودية لم تتحرك إلا عندما جاء الفريق الثاني الذي لديه كانت لديه نظرة تختلف قليلاً لا يختلفون في الاستراتيجية وإنما في التكتيك السعودية كانت عندها استراتيجية ما نجحت استراتيجيتها أنه يصير صراع ما بين الحوثيين والإصلاح والإصلاح انسحب ويحرقوا بعض نعم الإصلاح انسحب بس لو رجعنا إلى قبل ذلك بقليل الذي جنن السعوديين في موضوع اليمن هو وجود ثورة امتداد للربيع العربي نعم موضوع الربيع العربي هو الجننهم هذا بالنسبة للإماراتيين أيضاً بالمناسبة بكل المقاييس بكل المقاييس يعني بالشكل النموذجي للربيع العربي يعني الثورة اليمنية النموذجية حتى أكثر من ربما من مصر ومن تونس نموذجية تماماً طالت وبدون عنف وبدون عنف يعني طريقة العنفية مستلت تماماً في اليمن ورموا أسلحة ورموا كذا أمامهم حتى يلتقطوها وحتى يتحول وأبوا اليمنيين أن يتغير أن يحيدوا عن سلميتها طبعاً عند ذاك ما كان في مخرج إلا أنه تتصارع القوى المسلحة فعلاً عن الأرض وهذا ما يحصل وليس القوى الثورة وليس قوى الثورة هي قوى الثورة المضادة وفي الواقع داني أنا يعني لو كنت سعودياً لو كنت يعني من الآن من الذين اتخذون للقرار السعودي لما كنت أتخذت هذا القرار الذي أعتبره يعني خاطئ مية في المية استراتيجياً أنه أنت تعادي تدفع حليفك التاريخي الذي استثمرت به 35 سنة للتحالف مع أعدائك أو مع خصومك الأيدلوجيين وما شبه ذلك هم الحوثيين علي عبدالله صالح جاءهم وجاء وبعث ابنه وهم رفضوا هل هادي أكثر بصراحة أكثر أقل فساداً وأقل كذا وأكثر شرعياً من علي عبدالله صالح لا يعني كان نائبه أصلاً فأنت من الزاوية السياسية بدأني أقول أنت لو كنت كذلك لما جمعت الخصمين مع بعض الآن الخصمان هم الذين يقاتلان بجيش عبدالله الجيش علي عبدالله صالح الجيش اليمني الأصلي الأصلي هؤلاء الحوثيين ليس صحيح أنه عندهم هذه القوة الضالية أبا سيدف أبجل ما حصل أظن أن السعوديين وقعوا فريسة لدهاء الإماراتيين الإماراتيين ضحكوا عليهم هي خطة أنه تضرب الإصلاح بالحوثيين خطة إماراتية وكانت حصلت لقاءات بذلك ثم بعدين انتقلت اللقاءات إلى الرياض هم حسبوها حسب غلط مش أنه هم تخلوا عن حليفهم هم ظنوا أنه حيرجع حليفهم يعني توهموا أنه لما يضرب الحوثيين بالإصلاح حيرجع الوضع زي مكان وحيرجع علي عبدالله صالح يسلم الأمور وهو كان فاهم هذا الأمر والناس طالب بيه حتى حتى أخذوا حاول معهم ولكنهم رفضوا استقباله حتى أنهم طردوا يسروا أنهم طردوا يسروا أنهم طردوا ولكن طبعا أحيانا السؤال هو هذا أيضا ربما أعمق حتى من تفاصيل التي هي كلها مفيدة يعني ما كنا نستمع إليه الآن لماذا تقوم الإمارات والسعودية بهذه الحرب الضروس ضد انتفاضة وضد حرية الشعوب يعني لماذا ساعدت على الانقلاب في مصر خايفين على حالهم ونحن نرى هذا السؤال ونحن نرى مصر الآن تغرق لماذا يغرقون ليبيا لماذا حاول حتى يغرق تونس ونعرف وش ما حدث مع السبسي اللي هو كان قريب من الإماراتيين ثم عادوا لأنه لم يذهب في الصدام مع النهضة فكان حديث لماذا حتى في سوريا يعني لماذا يغرق هذه الشعوب لماذا هذا هو السؤال الرئيسي أنا أعتقد لأنهم بالنسبة إليهم الصراع وجودي يعني انتسار الثورات العربية الانتفاضات العربية كانت ستؤدي إلى في النهاية المطاف إلى إسقاطهم ثم كان قضايا أخرى اللي هي تتعلق بالبزنس أو بالماركتينج لأن عندما تجد كسؤال هذه كلها دولنا وكلها نحبها وهذه أراثي مقدسة بالنسبة إلينا لكن ليبيا مثلا أو الجزائر أو مصر أو سوريا هؤلاء قلب العالم يعني الإمارات في الطرف الآخر سحراء في الطرف الآخر يعني كيف يعقل اليوم أن الدوحة أو الإمارات تمر عليها كل طيران العالم ويسافر إلى كل العالم بينما ليبيا غارقة الجزائر كسيحة مصر مقعدة سوريا للمراكز التاريخية مراكز الحضارية التاريخية مراكز الحضارية للأمة حيث القيروان وحيث فاس وحيث تلمسان وحيث الأزهر وحيث دمشق وحيث بغداد تمت ضربها وكأنها ضربت بالنووي بينما الأطراف البعيدة التي لا تساوي شيء في موازين استراتيجية لا من حيث العدد السكاني ولا من حيث المناخ ولا من حيث الموقع الاستراتيجي أصبحت هي التي تقود هذه المنطقة ولكن ثم يرد على ذلك ويقول لك أن السبب أن الربيع العربي أن رياح الربيع العربي التي يراها البعض رياح سموم لم تمر على هذه الدول لأن هذه الدول فسلمت هذه الدول هي التي أغرقت دول الربيع العربي عندما قاموا بضرب الثورة المصرية شوف الثورة المصرية كانت هي في الحقيقة فاع رئيس لأننا لا نتحدث هنا عن بلد صغير نتحدث عن 90 مليون وعن تاريخ عميق وعن مركز استراتيجي وعن قرب من إسرائيل وعن هذا عندما ضربت مصر من قبلها ضربت الجزائر لكن ربيع الجزائر كان 25 سنة قبل الوقت أو 20 سنة قبل الوقت ضربت مصر ضربت المنطقة ضربت رجع يعني أنت لديك كمان حدث زلزال على تسع درجات ريشتر نحن لا نتكلم عن زلزال صغير هل تظن أنه لو مصر ظل فيها حكم ديمقراطي كان يجرؤ بشار الأسد على أن يدك حلب أبدا بل أن يسقط مرسي لا كان سيحدث إيران غيرت تماما أي تعاطف أو قرب من مرسي يوم جمع في ماي 2013 يوم اجتمع هناك المجتمعون وقالوا لا بد من نصرة سوريا ولكن هذا المنظر نفسه كان مخيف أصلا وليس بغض النظر مخيف وكان خطأ وكان خطأ خطأ هو هذا الذي غير والذي غير إيران التي كانت تقول أن هذه الثورات إسلامية لكن مرسي نفسه ذهب في زيارة إيران نعم ذهب لكن ذهب في زيارة ذهب في زيارة وترضى عن الصحابة وذلك كانت أيضا خطير إيران إيران لم تقف يوما واحد مع الربيع العربي دعت هي وقفت فقط مع البحرين لكن وقفت شهرين هي كانت تخشى إيران كانت تخشى من قيام بديل سياسي سني في أي مكان هذا مثل السعودية نفس الخط السعودي السعودية ما لا تريده وتسعى إليه دائما هو أن لا يقوم بديل سني حقيقي حقيقي يقدم الصورة الموضيئة للإسلام سعودية وإيران كلاهما تعامر على الربيع العربي وكلاهما يدعي أنه يحكم بالشريعة وكلاهما يدعي أنه يحكم بالإسلام وكلاهما تآمر لكن الذي جعل إيران في الحقيقة في الشهرين الأولى أنا أتذكر كانت عشرات القنوات الإيرانية الإذاعية والقنوات يتصلون بي دائما على لكن عندما بدأت ثورة سوريا ونفس الموقف وأصبحت تحدث عن ثورة سوريا والانتفاضة السورية يقولون لا نحن لا نتحدث في هذه النقاط قلت لا أنا أتحدث في كل النقاط أو لا أتحدث يعني في تونس ومصر كان فيه نوع صراحة كان فيه نوع من التمجيد لهم وتعاطف معهم لكن بعدما وصلت إلى بشار أصبحت ثورة تقودها أمريكا وتقودها أوروبا وتقودها من شعر في من في ردة حتى لما قالوا من قبل هذه الإشكالية التي عشنا لكن طبعا بالنسبة إلينا الأخضر أنا في اعتقادي أن الجميع يعرف ما هي إيران وفي نهاية المطاف الناس تعرف خاصة يعني أي إنسان بسيط لما يعرف بأن هناك من يسب الصحابة أمهات المؤمنين يتوقف هذا بالنسبة لكن الخدعة الكبرى عندما تأتي من السعودية لأن كثيرين ينظرون السعودية نظرة أنا أتحدث هنا عن الرجل العام أو الناس يعني العموم نظرة على أنها دولة الشريعة ودولة الإسلام وبالتالي عندما يأتي الدين المزور منها وأنا أتحدث هنا وازن كلماتي يعني عندما يكون هناك تزييف للإسلام ويخرج من هذه الأرض فإن هنا تضرب العقل وتجعل الكثيرين لا يفهمون ما هذا نحن ندخلين في نقاشات كبيرة في منطقة المغرب الكبيرة حول أنتم هناك من يقول لك أنتم يعني تتحاملون على السعودية والسعودية هي دولة التوحيد لكن عندما تنظر إلى الواقع تجد أنها تفعل بكل شيء بالعكس وإن كانت طبعا تبقي على بعض المظاهر التي تبدو كأنها مظاهر توحيدية والإمارات صراحة تقود اليوم الإمارات تقود اليوم الثورة المضادة ضد الشعوب وتحرر الأوطان في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية حتى تركيا يبدو أن الإماراتيين كانوا متواجدين في قضية الإنقلاب ضد أردوغان لكن يجب أن هذا لا يدفعنا لغض النظر عن إيران بكل تأكيد بدرجة الأولى إيران أولا ثم إيران ثم إيران لأن كل تحركات الآخرين جاءت بسبب إيران الشر لا يأتي إلى الأمة إلا من الشرق والشرق يعني إيران أنا أعتقد أن حتى تحركات الخليجيين هي جزء كبير منها من تأثر بالتخوف من إيران حتى في العصور التي كنا فيها دول قوية ودول ذات سيادة بالمعنى الحقيقي كيف سندوا غزو العراق إذا؟ وهم يعرفون أن أمريكا أمريكا سلمت العراق لإيران نحن نعرف كل الطائرات الأمريكية طلقت من كل الدول الخليجية بلا استثناء لتضرب بغداد أنا أختصر لك الأسباب السبب الرئيسي وهذا الحقيقة أنا عندي يعني مشروع كتاب عنه أنه أقو خلل بالتفكير الاستراتيجي لدول الخليج العربي دول الخليج العربي يعني الولايات المتحدة نفسها التي هي غزت العراق ثم احتلتها قالت لهم لا تستعجلون في موضوع احتلال العراق لأنه نحن نريد نعمل خطة لما بعد الاحتلال قالوا اسقطوا هذا الرجل وتركوا الأمر للمستقبل لم يكن لديهم بديل مجرد أن يسقطون صدام حسين ويسقطون هذا النظام الذي بات يشكل هددا تهديدا لهم اشتركوا في القناة